بالأواني الفخارية والألبسة التقليدية فتح معرض الصناعات التقليدية أبوابه بولاية سعيدة الذي ضم إبداعات وتحف فنية من صنع الأنامل الذهبية للحرفيين من جميع ربوع الوطن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الترقوية هو خلق فضاءات لبيع وتسويق منتجات الصناعة التقليدية كذلك التعريف بالمنتوجات التي تسخر بها الولايات الوطن كذلك هو فرصة لاحتكاك الحرفيين مع بعضهم البعض من أجل تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات العمل منتجات قيمة منتجات رائعة منتجات ما شاء الله تعبر عن خصوصيات كل ولاية لذا أنا من هنا كزائر نوجه دعوة إلى كل المواطنين خاصة تنبيلية سعيدة لأنه يأتي إلى هذا المعرض لأنه فيه أشياء قيمة للحلي التقليدي والمنتجات الجلدية زاوية أخرى بالمعرض خطفت عيون وقلوب الزائرين الذين اعتبروها حرف في طريقها للإنذتار هذه الحالة فاولية من أبا عن جد ولكن حاليا هذه الحلفة مدى بنا يعني رائف الإنذتار مدى بنا ندخلها للشباب من غير صوب الشباب المعرض مدى بنا يكونوا سوالح كما هكا تعبلادنا سوالح تقليدية نحيط رات تعبلادنا شوية لكن ما نشعف رأنا نشوف درغي سوالح الترك شنوى غزاء البلاد بزيف أنا جو بخيف هكا صح فرنشمو جو بخيف سوالح بلادنا المنتجات المحلية لاقت ترحيبا كبيرا من زائرية المعرض الذي كان فضاء لتعارف الحرفيين واحتكاكهم ببعض والتعريف والترويج للموروث المحلية الذي بدوره يصارع من أجل البقاء